وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور كرم زودي المفكر الإسلامي السلام عليكم ورحمة الله ويعني حضرتك يعني واحد من الذين قاموا بأهم المراجعات التاريخية في تاريخ الفكر الجماعات الإسلامية في مصر برأي حضرتك فيما يدور الآن من حوادث إرهابية وهل يمكن أن يقوم الإخوان الإرهابيون بنفس المراجعات وهل تنطبق أيضا مبدأ فكر المراجعات على ما يقوم به الإرهاب الإخوان الإرهابيون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواقع يعني تحدثنا كثيرا وعدد من الإخوة الفضلاء الوسطيون تحدثوا في برامج وفي مداولات كثيرة وأمر العنف لا يحتاج أصلا إلى كثرة حديث يعني هو أمر فتنة انتشرت في هذا المجتمع وأصبح الأخ يقاسم أخيه أو يخالفه الرأي ويصل به إلى أعلى الدرجات من الرمي بالألقاب وأحيانا بالدماء والعزو الله هذه المسائل تحتاج منها إلى شيئ هام جدا هو الطريق إلى الحل الطريق إلى حل هذه الأزمة التي لا يكادر لها حلا الأمر يدعو إلى ناس متعقدين يبدأ حوار مع كل فرد له علاقة بهذه الأزمة ونبدأ فتح طريق إلى أمن مصر وإلى هدوء وحياة هادئة لأبناء نسر الناس الآن يعني وصلت إلى إلى درجة أنهم أصبحوا يكرهوا الأحاديث والسياسة بشكل عام أصبحوا يقول تنفاذ في وجه كل حديث سياسي لماذا؟ لأن أفراضا يظنون أنهم يعيشون وجه الله بقتل أولياء الله وبزرحهم وبعمل كبائل لهم هل ينطبق؟ هل فكرة المراجعة تنطبق على فكر الإخوان؟ المراجعة لا تعني أن تترك أتى الواحد المراجعة جائزة لكل البشر هي ملخص للتوبة والإنابة إلى الله والصلح رائمة الأطراف كلها وهذا صلح أمر محمود محمود لأنه بيؤدي إلى الأمان والأمن في الدولة لكن لو سرنا بالعقل الصعيدي بتاعنا ونقول لا يمكن الصالح مع دول دول قتل طول ما بنقول بهذا الكلام طول ما هو بستمر العدف للأسف ومش قادرين نوقف طيب وبحديث حضرتك عن الحوار هناك الكثير من المبادرات ربما الدولة لا تعلق عليها تقدم للدولة وتقدم أيضا إلى قيادات الجماعة وفي ذات الوقت الجماعة ترفض وتتشبث ببنود لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبلها ليس فقط الدولة يقبلها المصريون قبل أي فرد آخر يا شديد يجبروا يجبروا على المنه أي أجبار أي أجبار دكتور هم يرفضون الحوار وهم الآن في موقف أضعيف يعني أنهم في موقف أضعيف وبالتالي أضعيف لابد وأن يعني يقدم تنازلاتهم يرفضون أن يقدموا أي تنازلات هذا يعني كلام سليم ولكن أنا لا يمكن أضحي البلدي واسمها في هذا الضياع علشان مجموعة مش عايزة تتفاهم لابد لازم تحاور ولازم تقدم وجهة نظرها في هذا الضياع اللي موجودة في البلد هذه وجهة نظر الوطنيون الذين يخفون على هذا البلد وإذا كانوا يخفون على هذا البلد كانوا استجابوا لإرادة الشعب في 30 يونيو ولكن فكر إرهابي الآن أي وطنية نتحدث ونحن أمام حوادث إرهابية أمام جنود أبرياء يعني كيف أتعامل بعيدا عن فكرة الحوار كيف أتعامل مع هذا الواقع والله أنا رأيي أن يفرض عليهم الحوار يفرض عليهم الجدال الحسد يتقع لهم من كل جهات البلد طيارات شعبية وطيارات حكومية وطيارات من هنا ومن هناك لإجبرهم على وقف هذا العنف الذي يديرونه من هنا أو من هناك طيب ما هم العقلاء والحكماء من قيادات الجماعة الإرهابية في النهاية ليسوا ذي سلطة يعني في النهاية هم أصحاب اليد الدنيا ولكن أصحاب اليد العليا هم المتورطون بالفعل وأيديهم ملطخة بدماء المصريين يعني أي حوار يعني يدير حوار مع من أنا لسنا ضد فكرة الحوار ولكن نتحاور مع من 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 الجماعة من المفترض أن نتحاور معه يعني أسأل الله خاصة وحضرتك تعلم أنه فكرة التنظيم الدولي تسيطر بشكل كبير على فكر الجماعة الإرهابية داخل مصر يعني إذا كانوا مصريون خالصون ربما كان الوضع مختلف ولكن هناك أيدي عليا وهناك ضغوط خارجية يمارسها الخارج أيضا يعني مش معنى هذا أنه نحن نسيب البلد بالضياء البلد بالضياء قدام عينينا وإحنا مش عارفينها بالحاج على عموك ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صلاة المستقيم ربنا يهدي ويحفظ الأمة ويبزقها الأمن والأمان بفضله وكرمه شكرا شكرا لمشاركة الكريمة من المفكر الإسلامي دكتور كرم زهدي وتعليق فقط يعني أخير مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضيع الدودة المصرية أقوى بالتأكيد من تنظيم الإخوان الإرهابي وأيضا السؤال مرة أخرى نتحاور مع من لسنا ضد فكرة الحوار ولكن من الذي يمكن أن يقبل أو يقتنع من الجماعة بأنهم في موقف الضعيف حتى يسمح بأن يقدم تنازلات كي ينقذ نفسه لا أن ينقذ الدولة المصرية لأن الدولة المصرية بأي حال من الأحوال قدر أن هي تسيطر بس هذه الحكاية كلها نهاية شوية وقت مش أكثر